في الأحساء يعمل مصنع الألبان التابع لجامعة الملك فيصل لتطوير أحدث التقنيات المستخدمة في هندسة التصنيع الغذائي والتي تعتمد على الاتصال الذكي فيما بينها وتعتمد أيضا على تقنيات نوعية في مجالات الألبان ومشتقاتها في خطوة لتطوير هذا القطاع الغذائي لها وحول هذا الموضوع ينضم معنا من الأحساء مرأس الأخبارية محمد المحيسن محمد مرحبا فيك أعطيك العافية مساء الخير مصنع لإنتاج الألبان تملكه جامعة قلت تشرح لنا هالموضوع وما هي التقنيات التي تعمل الجامعة لتطويرها في مجال إنتاج الألبان مساء الخير فيصل ومساء الخير على سادة المشاهدين نتواجد الآن في محطة الأبحاث والتدريب هذه المحطة التي تعمل على العديد من البحوث وتضم العديد من الأقسام من بينها الثروة السمكية والثروة الحيوانية والزراعية وما إلى ذلك نتواجد الآن في واحدة من أهمها وهي محطة أو قسم البحث الخاص بالثروة الحيوانية التي تحتضن مصنع الألبان هذا المصنع يعد فريد من نوعه ومتميز جداً لماذا وماذا يحتوي وماذا ينتج هذا المصنع نتعرف على ذلك من خلال ضيفي الدكتور محمد الهجهوج المشرف العام على محطة الأبحاث والتدريب بجامعة الملك فيصل أهلا بك دكتور عرفنا على المصنع وما هي إمكانياته نرحب بكم في جامعة ملك فيصل وتحديداً في محطة بحث التدريب وفي مصنع الألبان الذي أنشأ في سنة 1435 هجري على مساحة 1250 متر مربع والمصنع اللي نراها أمامنا الآن هو على مساحة 800 متر مربع يحتوي هذا المصنع على خزان للحليب سعة تقريباً 5000 لتر يزود من خلال المحلب الآلي اللي موجود في حضائر الأبقار محلب آلي بالكامل ممغنط طريقة عمل الحلب ودخول الأبقار كلها عملية آلية أوتوماتيكية يأتي الحليب إلى هذا المصنع ومن ثم يعمل له بسترة في وحدة البسترة هذا المصنع يعتبر مصنع آلي ذكي بالكامل ويحتوي أيضاً على وحدة اللبن ووحدة الزبادي ووحدة الأجبان جميعاً واحة مثل البرمزان والجوتا والكاتشوتا والمزرلة والجملة البيضة والحلوم كل هذه تنتج لها الحمد في هذا المصنع دكتور محمد نتكلم عن مصنع للألبان وأكيد هناك في المملكة كثير من مصنع الألبان مصنع ألبان خاص بجامعة ما الذي يميز هذا المصنع؟ في المقابل الأول كبر المصنع لأن ننشئ على مساحة كبيرة بحجم كبير لغرض تدريب الطلاب البحث العلمي وأيضاً ممكن يكون هذا المصنع مصنع استثماري ممكن يجلب عائدات على الجامعة وبالتالي نستطيع أن ندعم البحث العلمي دكتور هناك خطط مستقبلية للتوسع في هذا المصنع بأن يكون مصنع منتجاته موجودة في السوق بالفعل والمصنع لما أنشئ كان المقام الأول للتدريب والبحث وأيضاً لكبر حجمه نستطيع أن نستفيد منه في الناحة الاستثمارية لتكون العائدات وفائض الانتاج يعود بالجامعة على الناحة المادية للجامعة شكراً دكتور محمد المشرف العام الدكتور محمد الهشوج هو المشرف العام على محطة الأبحاث والتدريب جمعة المكفيصل سريعاً يعني زميلي هاشم لو تعطينا لقطات سريعة على هذه المنتجات هي منتجات هذا المصنع منتجات منوعة يعني نتكلم عن جبن الحلوم واللبنة وأيضاً الزبادي ونشاهد أيضاً الحليب واللبن أذكر يعني المشاهدين أن جزء يتجزى من هذا المصنع هو المحلب الآلي الذي يعمل بطاقة استعابية تصل إلى 25 بقرة حلوب في الحلبة الواحدة وهو محلب يعني على مساحة 800 متر مربع هذا ما يتعلق بمصنع الألبان وهو جزء بسيط جداً من محطة الأبحاث والتدريب جمعة ملك فيصل هذا المحطة الضخمة جداً هذا مهدي فيصل أعود إليك بالصوتي والصورة أكراً لك محمد على هذا شرح أنت وضيفك كريم على هذا الموضوع